موسيقى الحصوص فيها. نصبب. والمكتوب بقى او حظ اكتر او الاوفر حظا بيكفوز بالبطولة. اه هو كان بدأت من وراء واصل عايز عايز حاجة معينة ايمن وكلمنا فيها وقلنا بنشطين ان هو عايز يوصل للمبرارة لاخصى حاجة لاخصى حاجة لاخصى حاجة دربات الجزاء ويتلعبه. عشان كده هما اللي ما تلعبوا دربات الجزاء اه كان فيه لعيب طلاقة الجيش كان فيه هدوء. الهدوء مش سخة ان هما لا الهدوء ان هو وصل للحاجة اللي عايزها. فلو حصل وما ما قادرش يكسر بالنادي الاهل يبقى انا عملت اخصى حاجة. عكس لقيبة النادي الاهل طبعا اه اول حاجة بس يقول لنا جميل الاهل ما تزعلش وهارض لك البطولة النهاردة طبعا كون نفسي الاهل يكسب نضيب بطولة تاني وجميل الاهل اكيد طبعا اكيد طبعا زعلانة جدا وحزينة جدا لكن هي دي كرة القدم. اه الهدف كان موجود رائع الجيش. يمكن كان فيه بعض الاخطاء مننا انت وصلت المبرارة لضربات الجزاء. يعني كان لازم المبرارات انتهم من بدري. بس وانت بتلاعب فريق. اتفقنا كلنا من بداية المبرارة حتى لنهايتها لحدك ستايم ايما مش عايز يعمل حاجة غير هو بيحاول بيدافع ويستهلك وقت. لكن في الاخر مرة تاني بوله طالعا الجيش مبروك البطولة اول بطولة. اللي من حقهم يفراحه النهاردة اكيد. سهلا. كابتن وثامة اكتاعت طالعا الجيش ويعب على قد امكانياته وقدر يكسب المبرارة. اه انت انت ضيعت عفوز سهل. مبروك طبعا عند الاول طالعا الجيش زي ما علاء قال وصلوا للضربات الجزاء اللي هي خمسين في المية. خمسين في المية. مما كانت صحيح. كفاقتك بيبقى فيها شيء من التوفيق. اه والشناوي عمل اللي عليه في ضربات الجزاء صد اتنين وبسام صد ثلاثة. يعني اللي اتنين عملوا اللي عليهم والتوفيق كان مع بسام ومع فرق طالعا الجيش. انت ضيعت ماتش كان سهل في ايدك. الطالعا الجيش من اول ما الماتش ابتدى. لغاية ديها مية وعشر. عشرين. نفس الاسلوب. يمكن بس فهو متأخر نزل آآ كريم الطيب في ديها الستين او خمسة وستين. على اساس يلعب براس حربة. وبقى يعني تشم بعض الخطورة النسبية عندهم. نسبيا لكن مش قوي. انت انت مسيطر على الماتش. لكن انت وقعت في اخطاء كتيرة جدا. اولا ما فيش الشراسة اللي تقول انا عايز اخد الماتش. يعني يعني الماتش بيروح منك بيروح منك يمكن احنا قلنا بين الشوتين. الرغبة مش موجودة. اه اه يعني مفيش كده اللي هو الموت ان انا عايز اخد للماتش. حتى احنا بين الشوتين اتكلمنا قلنا الخوف اني نتجر لضربات الجزائي. لان خلاص هتتساوي الوضعية هتتساوي معها. فانت آآ يعني اخرت اتأخرت اتأخرت وبعدين ابتدت تعمل حاجات غريبة. اولا زحمت الدنيا بعدد كبير جوة 18. وبتسيب الاطراف الملعب. ما فياش حد. يعني ابتدى يخش بقى احسام حسن. جنب شريف. جنب صلاح محسن. واحيانا كمان مكسوني كمان بيخش. ما دي هنتكلم في اسباب الخصارة بعد كده. اه يعني اقصد انت مسيطر. اي. والامور قدامك سهل انك تكسب. بس انت ما بتلعبش بالشكل المزبوط في الاطراف. انك تسغل الاطراف كويس. عشان تبقى متوزعين جوة 18 كويس. انت بتدت تلجأ انك انت عايز تعمل كور جوة 18 طويلة. يتمشي ما تمشيش. حتى احيانا كان بسان بيغلط. وما فيش متابعة. مزبوط. فالانا عايز اقوله انت انت سيطرت على اللقاء. بس بدون الهيئة الرغبة المؤكدة انك انت عايز تطلع بالمباراة. فهرد لك للنادي الاهلي وجمهيرو. ومبروك لطلاعك ليش. واسده اللي هم عايزينه. ووفقه في ضربات الجزاء. كابتن بلالي. يمكن كابتن قسامة تدرك لنقطة. ننتقى معك الاستحواز. ولكن الرغبة والشراسة اللي تديك المباراة ما كانش موجودة النهار. هرد لك اللادي لالي طبعا. النهاردة بطولة يعني مش مباراة. ودي الحاجات اللي بتزعل. بتزعلنا احنا شخصين وبتزعل الجمهور ان النادي الاهلي باكمله. انك مباراة ممكن تكون في المتناول بالنسبة لك. وتخسارها بالشكل اللي حصل له. لنا لهم واعتاب على اللعيبة وعلى المدير الفن الحقيقي. انت جاي بعد اخسارة بطول الدورة عام. كل الجمهور كان عنده امال كبيرة جدا في البداية. او الانطلاقة حطب من النهاردة من المباراة. الحقيقة ممكن يعني مش ه journalist غير انقن فيه بعض واخفاق في الملعب. يعني اللي käنا منتظرينها الموجودة النهاردة isolating بالمالب. ماكانتش موجودة بالقادر الكافي. يعني كنا منتظرين واحدة الطالية اعلى من كده. كنا منتظرين رد شديد جدا في الملعاب على بطولة الدورة العام اللي غسرناها. ماكانتش للاسف موجودة في الملعب. كنا منتظرين حاجة كتيرة جدا جدا من العيب ومن الجهاز الفني أيضاً النهاردة. آه ممكن تكون مباراة بعد غياب طويل. والكلام ده قلنا قبل في بداية الاستوديو. قلنا المباراة اللي بتيجي بعد غيابات طويلة ببقى فيها مشاكل فنية شوية. مشاكل فنية. لكن ما ببقاش فيها مشاكل في الروح القتالية العالية. يعني النهاردة كان فيه يعني الروح القتالية اللي عندنا اللي امتازت بيها لعيبة الأهلي في البطولات اللي فاتت. النهاردة ما كانتش موجودة في المعلى عبدالأسف الشديد. في بعض الأخطاء حصلت الفنية أكيد طبعاً حصلت ولكن قدر عبدالحميد باسيوني أنه يستدرج النادي الأهلي لطريقة لعبه. أول بالشكل اللي عايز يروح بيه للناس. نعم عايزه. احنا قلنا المفترض الأهلي ما يزهقش. آه هتلاعب فرقة عايزة تدافع بتدافع بعشر لعيبة. النهاردة بيلعب الشوط الأول كامل بدون راس حربة. بيلعب بعشر لعيبة كلهم تحت الكرة عشر لعيبة في نصف ملعبه. إنت لو شفت كل حتى الهجمات المرتدة بتاعت طلعي جيش هتلاقي أن السنتر فاكس بتوع الجيش موجودين على الثمنتاشر. عشان ما يدوش مساحات لمحمد شريف ما يدوش مساحات لمجد أفشا ما يدوش مساحات لطهر محمد طاهر والشحات إن هم يروحوا يعملوا انطلاقاتهم ده من بداية الشوط الأول. الشوط الثاني عمل تعديلة صغيرة وحط راس حربة عشان يبقى محطة لأنه عارف إن فرقيته مش هتقدر بتشتغل على الكاونتر تكتوله المباراة بالشكل ده. مش هقدروا يطلعوا كاتيم واحد أو التلاتة اللي قدام مش هقدروا يشتغلوا بالشكل ده. فحط كريم الطايب راس حربة عشان يبتدي يقف على الكرة ويتقل ويبتدي ينتظر العيبة. طلع الجيش في المباراة كلها أعتقد إن زيرو يعني الشوط زيرو انتر جيت. أعتقد يعني أعتقد واحدة تقريبا راحت للشناوي تقريبا لو صدها وسقق يعني واقت من إيده. وكانت كرة يمكن من ضئم من التسعين ديئة ولكن أنت النهاردة أكبرت بطريقة لعب طلع الجيش إنك تروح للماتش بالشكل ده. وإحنا كنا عادين ومتوقعين إن لو أهلي يعني لو إنساق أو لو قدر عبد الحميد بسيون إن هو يشد النادي الأهلي لطريقة لعبه. والسيستم والأسلوب اللي عايز يشتغل به المباراة هتروح للشكل ده لأنا رحت للشكل ده في مباراة الدور الأخيرة ما بين الأهلي وما بين طرع الجيش. نفس طريقة لعب عبد الحميد بسيوني بلعب بنفس الطريقة قافل نص مرعبه كويس وسعبك تشتغل من على الأطراف. أنت كمان ما كانش عندك طرفين الشوط التاني برغم إنك عندك ثلاثة راس حربة. ومع ذلك مستر مسماني كان المفترض يبقى فيه طرفين ملعب الشوط التاني يبتديوا يشتغلوا على الكروسات. طالما أنت عندك ثلاثة راس حربة يقدروا إنهم يسجلوا أهداف. للأسف يعني إن سياقنا وراء عبد الحميد بسيوني وطريقة لعبه أو إن إحنا إنجزبنا لطريقة اللعبة دي. هي دي اللي ودت المباراة للحتة دي. إن خليتنا من الدورش نسجل أهداف. والحاجة اللي أكدنا عليها يعني ما بين الشوطين قلنا دي مباراة النص فرصة. لأن الفرق اللي بتبقى عندها تكاتلات تبقى محتاجة نص فرصة فقط لدي. للأسف مقدرناش حتى نستغل النص فرص اللي يتيحت للنادي الأهدي. مضبوط. كابتن علاء طبعا معنا الأرقام على الشاشة. يمكن نسبة الاستحواز للأهدي 69 طلع على جيش 31. تصويب على المرمى نادي الأهدي الثلاثة من 18. ثلاثة بين ثلاثة خشبات طبعا. طلع على الجيش واحد من ثلاثة. تسلل نادي الأهدي الثلاثة طلع على الجيش 0. ركنيات تمانية وطلع على جيش 2. ويمكن إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا قلناها قبل الماتش. وبين الشوطين كمان على التفاصيل الصغيرة. أنت ممكن تستفد من كرة سابتة. كرة سابتة بتحسن الأمور. ما يغدكش زي ما قال الكابتن بلال إن باسيوني بيلعب على حاجة واحدة بس. إن هو عايز يجرك معاه لطريقة اللعب ويطول الماتش لأقصى وقت ممكن. ولكن الكابتن بلال قال على نقطة أنت تلوقتي بتلعب بثلاث رؤوس حربة. معناها أنت عامل كسافة عددية جوت 18. كسافة العددية جوت 18 دي محتاجة أجناب. أجناب. أحتاج كورة عرضية. أنت في الوقت اللي أنت طلعت فيه طهر محمد طهر وإحسان الشحاء. هل كان كفاية الاعتماد على محمد هاني وعلي معلول أن هما يقوموا بالوجب اللجومي دا؟ إنت لعب ثلاث رسالة حربة يا عامل أو ثلاث فرودة صراح لكن أنت مستعملتش الأطراف. بالضبط. أنت بتلعب كورة مواجهة. كورة مواجهة دائما وأبدا. المدافع هو الأحسن هو الأقرب هو اللي شايف. إلى جانب أن عبد الحميد عمل لك شيء كمان. تلعب ثلاثة في القلب. تغييراً لعمل ثلاثة في القلب. ملعبش أربعة لو جبت أي لقطة أو أي هجمة للنادي الأهلي. بصوا على الكورة طويلة. صح. هتلاقي فيه ثلاثة موجودين في القلب بتاعتي ما هستحكين الصراح. مظبوط. فهم أنت مهما بتزود. أنت بتزود بس أنت بتعمل زحمة. مظبوط. كونك أن أنت عايز تعمل ضغط هجومي أو شعص هجومية. مش أن أنا أزود مهاجمين. بالعكس أنا إزاي؟ يبقى المهاجد دا عنده المساحة اللي اتحرك فيها. يعني الزحمة اللي كانت موجودة دي استحالة هتلاقي محمد شريف عنده الميزة بتاعته. ميزة محمد شريف. الانطلاق بين الاتنين المساكين. صح. قويسة جدا بيقدر. فاستحق. فيه كونة ضياعة محمد شريف. اللي عملها بسرن الجاز مع ميل العالم معلول. دي أنا مادرش هلومه فيها. لأن كمان لو رياحة البكورة محمد شريف رايح. وكان بعديه كمان حسين الشحات في نفس الزاوية في نفس المكان. وعالم الضبط يا دوب. هيلحق الكورة. صح. لا لا كنت حصل لكابتن أساما حسني بصفة أنه هو رأس حربة يعني. كابتن أساما لما بتلاقي كسافة عددية هجومية. يعني أنت بتلعب رأس حربة. ومن ضمن قدراتك أن أنت بتستغل الكورات العرضية كويس قوي. لما أنا الزحمة اللي اتعاملت دي في الثامنتاشر. هل دي تبقى ليها فايدة عليك كرأس حربة؟ ولا أنت بتحس أن أنت مش قادر تأخذ مش مستريح حاجة الثامنتاشر. وفي نفس الوقت عدم وجود كرات عرضية. يعني أنت بقيت تقريبا تقريبا بتلعب بنفس طريقة لعب طلاقة على الجيش. عملت زحمة على الفاتح. بالضبط. هي ده اللي ممكن أن نلخصه. في البداية مبروك لطلاقة على الجيش بطولة السوبر. النهاردة يستحقها. يستحقها علشان لعب في ظل إمكانياته طلاقة على الجيش. ظل إمكانيات الوماشة اللي عنده اكتهدوا من أول المباراة. اللعبة كانت بتكافح من أول ديها. الأسلوب ده ما شفناهوش في ردة فعل لعب الأهل. النهاردة لما تكون أنت خسران بطولة الدوري. والنهاردة بتلعب أول بطولة لك بعد بطولة الدوري بطولة السوبر. لازم يكون ردة الفعل بغض النظر أنت كسبتها وخسرتها. المكسب الخسارة دي حاجة بتاعت ربنا. لكن بكلمك في ردة فعل اللعبة جوه الملعب في الإنقضاط في الحماس في الرغبة من بداية المباراة. إن دي بطولة مش هتطلع من النادي الأهل النهاردة. خلي بالك كنا بنقول لما الأهل بيخسر بطولة بعود وصد عشر بطولات. المكولة دي ما شفتهاش النهاردة ملعب الأهل. من أول ديها في المباراة. الإحاق بتاعك أن الرتم بطيء. التحضير بطيء. مباراة ودية. ده اللي واصل. الكرات المشتركة كمان. أحكس في أي وقت. ده الإحساس اللي واصل لي وأنا قاعد بتفرج على المباراة. علشان كده. علشان كده. التوفيق بيجي للمجتهد في ركلات الجزاء. وأنا قاعد بتفرج. والله يا كابتن أيمن. إحساسي أن البطولة مش بتاعتنا. علشان إحنا ما اكتهدناش في المباراة. الركلات الجزاء تتوبة معاك زي مباراة الكاس. علشان تكتاهت جوه المباراة. وسعيت للمكسب. وخدت بالأسباب. نهاردة اللعيبة مع موسماني. طبعا يتحملوا خسارة الأهل للصوبر النهاردة. ما قدموش. النهاردة الأهل ما قدمش. اللي إحنا نقول ممكن الأهل يكسب. ؟ jin يأخذنا السؤال ثاني يا كابتن السام. السيناريو داوت ما كانش متوقع? السيناريو متوقع مليون في المية. واحنا قلناه هنا. والناس قلبها القادته. السيناريو يأيت كابتن سيناريو اللي حالي عب به. صاري ع جيش؟ نفس السيناريو دا اللي لعب به في مطولة الدوري. صبور. نفس السيناريو دا اللي لعب به كابتن طري العشري. فعم stats السيناريو فيه offsير فيه فاعة النظام. بتاع طلاع الجيش. انت النهاردة فيه اخطاء بالجملة من موسيماني. الاول قبل موسيماني من اللاعيبة. ما انت النهاردة فيه امور المدرب واقف على الخط. لكن انا فين انا النهاردة كلاعب. فين امكاني الفردية لما لقيتك. وتلادي فاي اخده الكرة وروح واحدة لواحد. والنهاردة بعندي مهارة ان انا عدي ادخل اخدرك للجزاء ان انا سدد. النهاردة حتى التزديد بتاع لعيب النادي الاهلي تزديد كله يعني على استحياء. نهاردة تزديدات من تمانية على المرمى بس في مباراة فيها تكتلات دفاعية يبقى لعيبة. السرعة في الرتم النهاردة ما كانتش موجودة بداية من اي من اشرف وياسر ابراهيم وانا قلت الكلام ده بين الشوتين لازم الرتم يبقى اسرع النهاردة مبقى ليه يفاول صالحي لازم حط ولعب بسرعة طلاع جيش عايز الرتم دايما بطيح لازم تحس بالضغط عشان يحصل اخطاء لكن هو فضل ماشي او انا مشيت زي ما هو عايز. النهاردة الخطأ الفني العامل ومسلماني وحقاك بتكلم اكتنا ايمن هي العملية مش بالكم النهاردة. كم النهاردة انا هحط هلعب النهاردة بكم مهاجمين. طب مين اللي هيوصل الكرة للكلام ده. النهاردة محمد شريف غير موافق طول المباراة ظهر في اللقطة اللي ظهرت في بداية الشوت الاولاني في اخر. كرة في الشوت الاولاني اللي حطاها على شمال بسام. نهاردة ممكن اطلع محمد شريف من الملع. اسيب حسام حسن اللي نزل ما كانش ليه اي دور في المباراة. وما ليش اي دور علشان العشوائية. والزحمة اللي انت قلت عليها. انا واحد الناس مش عارف بكسيني بلعب فين. حسام حسن هل بشوف النهاردة بيسقط. ومش دوره ان يسقط علشان يلعب تحت. ومحمد شريف هو اللي قدام هو صلاح محسن. فالنهاردة حتى بزحمة. الهجومية نهاردة كان شكل الناد لها العشوائي. الحاجة التانية مين هيوصل الكرة. صح. فين طلعوا. هي العملية مش عملية تغيير انا بغير وخلاص. النهاردة ادارة فنية سيئة من نوسماني. اداء سيئ من اللعبة ما فيش روح. كنت اتمنى ردد الفاعل تكون اقوى. كابتون سامة هو كت وجهة نظره ايه انه بيلعب بتلات مهاجمين قدام. النهاردة انا متعادل. وطلع الجيش بيلعب نواحي دفاعية كبيرة. فهي العملية مش بكمل. انت نهاردة لو تفرج على الناد الاهلي. الناد فتحي. صح. كان ياسر ابراهيم. وكان على معلول. وكان اكرم توفيق. واحد في النص السلية. وناس وكلها قدام مهاجمين. طب مين اللي هيشتغل ومين هيوصل الكلام من الناس ده. كنت اتمنى واحد زي كهربا. يكون موجود النهاردة على حساب محمد شريف. يقدر تحافظ على الشكل تاع الاطراف بتاعك. اما النهاردة حتى الكرات العرضية اللي احنا قلنا نبدأ نعمل الكرات عرضية. ما كانش فيه كرات عرضية. ما فيش يا يعني مش الكرات العرضية. اللي تقدر توصلها في الاسلوب. يبقى فيها خطورة. هو نفس اسلوب اللي اللعبت به برضو مع الجيش هناك في المباراة الدوري. هي نفس نفس الاسلوب. هو جرك انك تلعب بالطريقة اللي هو عايز يلعبك بيها. انك تعمل كرات طولية فيلعب بثلاثة فيلعب بلايجر والتسر باكيلا وسامر. حضراتكم انا لعيب الكرة. لما عندي من بداية المباراة عارف. البطولة دي مش هتطلع برا النادي الاهلي. بيتمان من اول. وانا بسنطر في بداية. من اللعيبة. من اللعيبة. من اللعيبة. خوار المشتركة. الالتحامات. السرعة. الاداء. الاسرار. ده كله على مدار مئة وعشرين ديه. مظهرش. بس اعايز اقول لك حقيقة يا كابتن اسامة. تشعر. او احنا جينا اوقات من المباراة يا كابتن علاء. تحس. يعني احنا في بداية موسم. وكان في راحة. ان فيه جهات. صح? طب ده مش اجهات. مش اجهات. طب ده ايه. فيه. بص انا. فيه تقل في الملعب. فيه. انا هخلص المباراة في اي وقت. فيه اعداد نفسي مش 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 حلو لمباراة. دي مباراة دي بطولة. مباراة بتهديك بطولة. نفسية لازم انزل غير اللي. الاسمة كان بتكلم في نقطة بيقول. بيتبان من اول ما بتصنطر الكور. بس انا الكورة معك او مش معك. ايه. بيبان. صح. انت بتبان من جوة انت النهاردة نوع على ايه. انت البداية انت سايب المباراة. بس شوني عامل خطة معينة. فخليها على جنب. انت سايب مباراة. الوقت بيمشي لحد ما ايه? هتوديك انا هجيب جول هجيب جول. كويس. الزعمة اللي عملها مستر المسلماني كان بيلعب على حاجة واحدة بس. ايه هي? الزعمة دي. زعمة مدافعين اطلاع الجيش. مع كوتة المجميلة عندك. تخلق. تخلق غلطة. هو عايز يعمل دي. بدليل عايما ان كان كل الكورات الطولية عايز صلاح محسن يلمس كمل شريف بس ده. انا انا معاك في الجزء ده لو فيه حاجة. زي ما قالوا الكباتن ان يبقى عندك اطراف. مش مهتر. كان ممكن تحصل. بص. في مباراة. اه. في مباراة حصلت الكورة برضو. صلاح محسن واتلامس. مباراة دوري. تقريبا. هي دي اللي كان بلاب علامة مسلماني. مباراة افريق. مباراة افريق. مباراة افريق يا كابتن. سانداونز. صحب لا. صحب لا. حصل فيها غلط. بس كان فتح الليعب هو اللي بهجمنا. بص ايمن. كان مختلف. هو بص هو كل مدير فني بيبقى عنده كارت كده. قولك انا هلعب بكارت ده في نهاية المباراة. دي ان الجيش الجيش مش ما عندوش اي يعني مافيش مشكلة في طلاقة الجيش. طلاقة الجيش حتى بيلعبش الهجمة مرتدة. يعني حتى بعد النزول كريم. ما بيلعبش الهجمة مرتدة. يعني هيئة المباراة من اولها لحد الاكستر تايم. مم. يعني في فرق دفع كويس قوي واعمل هجمة مرتدة. لأ. بداية نوع شوط الاول كله او شوط لحد مريز الكريم. مفيش راس حربة. اي. اللي كان بيستنى بس كم يدوب. وبي ادوب بس ايه بيعني بيحلق كده. لكن حتى الهجمة مرتدة لما فيه حد ان طلاقة الجيش بيمسيكا. مفيش حد بيكمل. هو الهدف واضح. انا على قد ما اقدر هستهلك المباراة لحد ما توصلني. اقصى اماني. كابتن باسيوني. ولعب طلاقة الجيش النهاردة. وليم كل الاحترام على المجهود اللي عملوه. انا بتفهم مع اسامة. ان هو يوصل لدربات الجزاء. ودربات الجزاء دي حاجة بقى بتاعت ربنا. انت مليكش دعوة بيها. خمسين خمسين. خمسين. لكن احنا كنت سألتين بتقول. يعني احنا اللي متأخرين في الهدف. لان طلاقة الجيش عاملين مجهود بدني جبار. عامل ضغطة عليك طول المباراة. انت مش خفيف. في تقل. تحس ان دي تقل في الحركة. تقل في الحركة. يعني لو انا بدافع بس. انا وفروض اطعبانا. لأ. لعيبت طلاقة الجيش لحد اخر مباراة. بيجروا. عشان انت المساعدهم. انت المهدف الرتم. انت اللي حاراتك بطيئة. لكن. مش نهاية العالم على فكرة. اه طبعا. يعني. بنعتزل جمهور النادي الاهل النهاردة. ان كنا في البطولة. كنا ممكن نضمها البطولات. الحمد لله عندنا كتير. لكن. هو درس. طول ما انت في الكورة. انت بتتعلم. تعلم ازاي. لما يكون في مباراة كده. مباراة بتاعتي. وده معروف هو على. ده شعار النادي الاهل. حكا. بيتبان نيتك. زي ما قال لقسامة. كان قال لقسامة حلمت كله حلووي. نيتك بتبان. جمهورك بتبقى عزح حتى بتفرج في البيوت. وكده. الرغبة. الرغبة بينة. انت الرغبة عندك. مش مش واضحة. الشرصة الهجومية. مستسايب المباراة. ما ينفعش يسيب مباراة. بطولة. عارف لو بطولة لو ماتش دوري. مش مشكلة. لكن. مباراة بتشتعوي. حتى كابتنا علاقة. تحضير لركلات الجزاء. ركلات الجزاء دي. مزبوط. مباراة تانية برضو. انا بحضر لها. طبعا طبعا طبعا. نهاردة دخال محمد شريف. المواجن بتاعك الاساسي. طول المباراة مية واشي ده مش موفق. وكرة مش ماشية معاه. ومش ظاهر مش الشكل اللي احنا شفناه قبل كده. احطه في ركلات الجزاء. النهاردة لازم مابعد محمد شريف. افشا النهاردة. النهاردة عندك افشا. عندك محمد شريف. عندك بدر بنون. ما بدر بنون عشان نزلته. بس هال النهاردة. شوفنا خلي بالك كان مباراة منشستر يونيتد. اه. الماتشي الاخير. الماتشي الاخير. مزبوط. لما المدارب نزل لعيب من برة نزله على ركلة الجزاء مباشرة. واستهام. وضاعت. متى النهاردة انت كلاعب عايش اجوال مباراة. انت بتجري متى يعني. انت بدر بنون نزلته اخر ثلاث دايق. هو مش عايش المباراة. فكان طبيعي برضو تضايا ركل الجزاء. التحضير حتى لركلات الجزاء اللي هي مباراة تانية. ما كانتش موجودة المساعدة. واعتقد ان الترتيب برضو يا كابتن قسع. يعني الترتيب في ضربات الجزاء او ركلات الترجيح اللي هي بعد المباراة. اعتقد انا اعتقادي الشخص. انت لو عندك اتنين مميزين قوي في ركلات الترجيح دايما كنا بنعمل ايه? واحد بيشوت في الاول. واحد الترتيب برضو. كان فيه خلل في ضربات الترجيح. غير الترتيب. الحظ في ركلات الجزاء بيجي. اللي بيسعه او بيكتهت في المباراة. ما عين الشناو نارده ما اصطلش. لا لا بالعكس. الشناو نارده اتنين. يعني اعتقد بالنسبة للحارس مار ما بيشوت ضربتين جاي الترجيح. صحيح. بالنسبة للعمل علي. صحيح. الحمد لله رب العالمين. قدر الله مش فاعل. هنروح لفاصل. ونرجع لحضرتكم مرة تانية بعد الفاصل. ارجوكم انتصروا. مرحب بكم مرة تانية عزيزي المشاهدين. كابتن اسامة. رتم الاداء او اقاع اللعب. ما تغيرش بالنسبة للنادي الاهلي على مدر الاشوت الاربعة. لا لا. يعني نسبيا الشوت التاني. فترات اتحركت فيه شوية. في واحدة لشريف ضياحة المعلول اللي عده من الشمال ولعبها له. حطاه برا. في واحدة بالعرض الكورنر لحمدي فاتحة بالراس. بس موجيش دماغه. موجيش دماغه. اه في تزديدة لحسين الشاحات. بعد كده كملت انت الشوت التالت والرابع. بنفس الرابع. اه اكتنك بترعب ماتش ودي. يعني ما ما تحسش ان الشوت التالت والرابع انت عملت خطورة على بسام. مفيش اي زي ما احنا كلنا متفقين انك انت كالتلت. تلت رؤوس حربة داخل التمنتاشر. ايه كان. وبتحاول اه. دي كرة. دي كرة معلومة. ايه دي معلومة. واتحرك شريف كويس على القائم الاولاني بس ما هو جيش مزبوط. اه وتصاب فيها بعد كده. دي المرة الوحيدة اللي علم معلومة يوصل للمواطية دي وياخد في ظهر. تاني مرة دي اوسام. مرة في شوت الاول ومرة في شوت الاول. اه. اه. اعمل مش شريف. اه. والشريف تحرك فيها كويس. ولكن شريف فعلا زي ما اوساما قال النهاردة. اه مش موفق في ديت ومش موفق في القرى اللي هو اوجهها الشوت الاولاني اللي هي خرجت مرة. اه. الانفراد. خلي بالك انت في الماتشات اللي زي دي. وانت حتى حالتك مش كويسة قوي. انت برضو تخلق لك ثلاثة اربع فرص. اه. على مدار المية وعشرين ديها كانت ممكن تنهي بيهم. يعني كرة ديت. كرة شريف الاولانية. كرة حمدي فتح اللي بلى. وفي واحدة للشريف بتناغه برضو يا كابتن في الشوت التاني. في اخر الشوت. ايوة. وفي واحدة للشريف في اخر الشوت تاني من اللي برضو علي مقالو اللعب هالو. برضو حطاها برا. لكن اه. الشوت التالت والرابع. انت كل اللي عملته. انك انت. حطيت تلات اربع لعيبة جوه التمنتاشر. ودي سهلت قوي. مأمورية مدفاعي. مأمورية باسيوني. هو عايز كده. انك انت تعمل زحمة. وجوه التمنتاشر. وهو كتل عدد معاين من اللعب هاليهم. وانت لغيت تقريبا منطقة وسط الملع. انت رجعت افشة لورا. مع السلية. رجعت حمدي سردباك. انا يعني طبا انت حمدي بتلعب سردباك. طبا كان ايمن اشرف يكمل. يعني دي مش مفهومة اوي. ايه مفهومة يعني. ايه. لكن انت رجعت افشة ماشي. بس هي المشكلة انت نزلت مكسوني وصلاح محسن. واحسام حسن. بقى احسام حسن جوه في العمق. ومكسوني ساعات هنا وساعات هنا بس برضو بيخش للعمق. وشريف عندك في العمق اصلا. وصلاح وشريف العمق. وصلاح محسن في العمق. طبعا دي كرة الاولانية اللي هي. ايه. دي الاجم الانفراض. هو سنت حلو قوي وشايف. هو متأكد ان هو ان هي جون. يعني هو هو نفسه استعجب انها ما دخلتش. هو طبعا الجون مفتوح قدامه بس ما قفلش رجله. ما قفلش بطن رجله كويس. فخرجت طبعا بغربة. المحطشات دي محتاج او هو حتى نفسه مش بيصدق. لان هو متأكد ان هي جون. فطبعا دول كانوا اسهل تقريبا فرصتين. فلكن انت المشكلة في الشوت التالت والرابع. الشوت التالت والرابع زي ما قلت لك. انت تقريبا لغيت نص الملعب. وابتدت تعمل كرات من علي معلول. وطبعا اكرم توفيق النهاردة برضو ما كانش في الحالة الجيدة بتاعته. ما كانش بيطلع كتير ما هتلمينه ولا زيك هو نزل في بداية الشوت الرابع. آآ هاني على اساس يسعف شوية بكرات عرضية. بس برضو الجابهة دي ما اشتغلتش قوي آآ من بعد محسين الشحات خرج. واكرم كان في حالة تحس انه فيه تاعب شوية. هو كان كل العملية ان علي معلول بيحاول من من خارج التمنتاشر بكتير. عدد التلاتة اربع علي بالي قولنا عليهم رقوس الحرب يتكسفه جوه التمنتاشر ويعمل كرة طويلة. واحنا بالسانين الغلطة بتاعت اللي هي اللي هي. زي ما قالوا بكبات ان هو تقريبا غير اسلوب اللعب. ايوة مزبوط. يعني بالتغيرات دي بالتغيرات ديت. والكسافة اللي اللي حطها في التمنتاشر. غير اسلوب اللعب. مزبوط ما انا بقيت لك تقريبا انت منطقة وسط الملعب والاستحواز. وانك تبني على على الاطراف. وناس تختارق من الاطراف عشان تعمل مسلا كرات عرضية لتحت او او تكملها من الطرف اللي العمق. خلاص بقيت تقريبا اتلغت. في اخر في النص ساعة الاخير اللي هو ما الشوتين. شوتين تالت والرابع. تالت والرابع. ما تحسش في خطورة للنادي الاهلي. انا بقيت لك يمكن الشوت التاني اللي نسبيا فيه اكتر من كرة كان ممكن تخلص بيها. ايه. فانت سهلت خلص الشوت التالت والرابع على فرقة الجيش. وطبعا الكرة بقى فيها كمان توفيق. يعني ما فيش واحدة من الكرتين تلاتة اللي جولك كان ممكن تخلص بهم ما خلصتش بهم. فخلاص اه وصلت لضربات الجزاء اللي هو كان عايزه. وحتى هم خطورتهم لما احنا شفنا الاحصائية اللي جات. هي ليهم كرة واحدة. مزبوط. بين التلات خشبات. بين التلات خشبات. تساين ديها. صحيح. ما ما فيش خطورة كبيرة. بس هو نهى او او وصل بالمطش لاخر مرحلة هو عايزها. انك توصل لضربات الجزاء. صحيح. وهي بقى انت وبختك. فانت انت ساعدت النهاردة في في الموضوع دوت. سواء من عدم الرغبة اللي اسامة قال عليها اللي هي المؤكدة دي اللي هي. ان انا نزل مش مطش ده مش عدي مني. من اول ثانية يعني. ديت مع بعض الاخطاء الفنية. وعدم استغلال التلات اربع فرص اللي هم على مدار التسعين ده المية وعشرين ده تخلقوه لك. فكل دي نقاط سلبية. اه ودت المطش اللي طلع الجيش. كابتن بلال معنى كلام الكابتن اسامة ان المدير الفني مستر موسماني. واللعيبة في الملعب مسؤولين مسؤولية كاملة عن خسارة مبارات النهارة. اكيد طبعا. اكيد مش مش احنا المسؤولين. لا مش طرف الواحده. لا طبعا. لا مش طرف الواحد الاتنين. اي. في حاجات يا كامتن عيمن زي ما انت يعني كابتن كلهم لعب وماتشات نهائية. ولعب وفتاح تضغوط كبيرة جدا. في حاجات يبقى مسؤولة عنها لمدير الفني. وفي حاجات في الملعب بتبين انت رايح فين في الجيب. تمام. الحاجات اللي في الملعب. الكرات المشتركة. التحدي. السرعة في الأداء. رتمك انت كلاعيب في الملعب. مدى تركيزك. تعاملك مع الخصم. تعاملك مع الكرات. تعاملك مع التوقيت نفسه. بتاع المباراة. بتسرع رتم امتى. وتهدر رتم امتى. ده كان ينقصنا النهاردة. ده كان ينقص اللعي بداخل ملعب. الحاجات اللي تنقص او كانت تنقص المسلماني. هو انك ازاي بتلاعب تلاعب الجيش. الفكر اللي انت بتلاعبين نهاردة. طب انا انا وتغيير الفكرة. حقف عن ده اللقطة دي بعد يزنك بس. انت بتتكلم عن دور اللعيبة في الملعب. تعودنا طول عمرنا. تعودنا طول عمرنا. ان بيبقى لنا قائد في الملعب. صحيح مزبوط. صح. صح. لما الرتم بيقل يا جماعة. فوقه. احنا عايزين نعمل كزا. عايزين نكسب الماتش. عايزين. انا اعتقد ان الفترة دي. لا بلا. مش موجود. لا. مش ما بتكلم على الفترة دي. انا بتكلم على الفترة. الفترة الكبيرة. اه. 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 وكلمنا في الاستوديو هنا كتير جدا عن موضوع ده. صحيح. صحيح. انا فيش القائد اللي هو الملعب. صح. صح. انا اكيد. النادي الاهل يفتقد وجود القائد في الملعب. اكيد. في كل المراكز انا فكرة. مش فحيد ده واحد. انت انت زمان مثلا يعني قسامة كان قديم. يعني اه. وانا برضو كنت قديم في وقت من القوايات. وكان معنا لعيبة قديمة في الملعب. مش كابات تسفر اخد بالك. قديم في الملعب. كان على طول في توجيهات. احنا النهاردة ما شفناش. انا قاسف احمرار في وش القائبة في الملعب النهاردة. يعني ساعات كده بتلاقي في الملعب يعني من كتر التشجيع بالزبط. عارف انت ايه اللي هو ايه. فوق الناس اللي حواليك. حتى لو بزعي على فكرة. حتى لو بزعي. يا جماعة لازم نفوق الماتش. التوقيت. الماتش هيروح. الماتش هي رب مننا. انت وانت في الملعب بتبقى حاسس. الماتش ده رايح على فيه. ايه. من الروح بتاعتك. من الكسل. من قلة التركيز. فيه حاجات من الكرات المشتركة. تمام. حاجات كتيرة جدا. بتوريك الجيم ده رايح على فين. كنوا سمع لحاجة مهمة جدا. قال. الدربات الترجيح دي كانت نسبة. تمام. او تمثيل اللي حصل في الماتش النهاردة. انت النهاردة لا تستحق نهاردة المكسب. لو نتكلم على الروح القتالية والرغبة في الملعب. لكن كفرص انت تستحق. يعني كفرص للنادي الالي. النادي الالي. النهاردة اطيح تلوه ثلاث فرص. واقطيع حتلوه ثلاث فرص. بسوق استغلال. مش سوق التوفيق. يعني فيه فارق كبير جدا. من سوق استغلال الفرصة. وسوق التوفيق. انا ممكن احط. اي اصف. مشروط الكرة تغبط في الارضة اطباط. عدم انهاء الهجمة. ده سوق توفيق. انما الكرات اللي جات للنادي الاهلي. وتم التعامل بيها. ده سوق. ده سوق تعامل. يعني حتى كرة الانفراب بتاع شريف. هو الاستلام كمان وحش. قوي. فخلاك انك تستلم وعايز تعدل في جزء من الثانية. وعايز تحط الكرة كده. انما. عشان استلام يا كابتن اوه بيمين. صبور. لو استلم بشماله. خلاص الجرة فتح. لو رجعتها تانية. اه طبعا كابتن هو انا بس رجال رجحها. استلم بيمين فطولت يا كابتن لقدام. ومشانات واحدة كمان. فعايز يجيب بقى ثاندة تانية. ولعمها بسرعة. في نفس التوقيت. يعني عايز. كان بسام قفل. هي. صح. بالضبط. صح. يمكن نجيبها مرة ثانية. اي. بسام دال باليمين دي اللي طوونت الكرة الاودان. ان يضطر يلمسها واحدة كمان. صح. اضطر لنا هيا بسام في وشه. دي لو الشمال. يعني تخيل لو خد شماله. لجوه. تخيل لجوه. بس ايما هو خد واحدة. بس ايما بسام بقى فين. مصبوك. لما لو بالشمال هو كان زاوي الزاوية بتاعته تفاتح. ازام بلال بيتكلم. وعايز اقول لك كابتن عايز ان كان لو استلم بالشمال كان عنده الزاويتين هيقدر يحطون في اللي يعني هتبقى الزاوية يمين أو شمال إنما عشان انت طلعت تترفت فعايز تعدل بس امتلع أفر وزاوية صعبة طبعا وزاوية صعبة جدا عشان كده بقول لك سوء استغلال الفرص مش سوء التوفيق الكرة اللي جات لي برضو لشريب دماغه دي برضو سوء استغلال فرصة مش سوء توفيق يعني أنا طبيعي أطلع كرة وأطلع لكن في الزاوية البعيدة لو ما جاتش في البعيدة هتيجي في القريبة وتجي جول لكن أطلع وحط بالشكل ده احنا تكلمنا عليها كابتن احنا تكلمنا من البداية إن الماتشات اللي الزايدية محتاجة تركيز لحد الأخب محتاجة ممكن يجيلك بعض أنصاف الفرص انت النهاردة ما جاتلكش أنصاف فرص انت جاتك فرص حقيقية جاتلك ثلاث فرص حقيقية لو أنت فردت فيها ممكن تضيع بطولة وتضيع ماتش الأهلي هو من قضاع البطولة النهاردة يعني احنا قضاعنا البطولة يعني الجيش ما كسبش يعني الجيش كسب طبعا أكيد ومبروك للجيش وكل حاجة لأنه كسب بطولة لكن أنت النهاردة اللي أضعت البطولة من إيدك البطولة كانت في المتناول بتلاقي فرقة خلي منك في الإمكانات ما احترمنا الجيش طبعا ما عندهمش حلول كتيرة داخل الملعب فرقة ما رحتش على الجول بالشكل المفترض أنه يخليك أنك تنزعج النهاردة قدامهم زي ما قال الفرقة ما عندهاش التحول أعرف التغيير من حتة دفاعية للحتة الهجومية تبتلعب فرقة هي بس كل اللي عايزة في الملعب أنه يستحوز على الكرة أكبر قدر من الإمكان مش أنه يعني عنده فكرة تاني بالضبط أنه يعمل هجمة مرتدة سريعة فعنده اتنين طرفين انت بتلعب بغيرها تغييرات كتيرة في لعيبة جديدة كمان بالضبط أه يا كبتر نسام في الماتش في الآخر فيه أربع خمس لعيبة جداد خلقا نحن ما نعرفهمش يعني جداد على طلع الجيش فالنهاردة هو عايز يروح بالجيم لأقصى درجة ممكنة وعمل اللي قدر يعمل اللي هو اللعب انت ساعدته يا مدير فني بالتغييرات يعني النهاردة بص لما تيجي بص على التغييرات بتاعت ميستر موسيماني ميكسوني مكان طاهر محمد طاهر ميكسوني اللي عيد بلعب في كل حتة في ملعب مش طرف صريح فانت شلت طرف صريح ولعبت واحد بلعب في قلب الملعب طبع عندك زحمة بص كابتان احنا بنتكلم على هدي 26 متر و28 متر عار الاطراف فاضية جدا الاطراف فاضية جدا يا كابتان ايني في عشر لعيبة في الجزء ده من طلع الجيش وفي ثمان لعيبة من لعبت النادي الايني اه طبعا طبعا فانت ساعدته بالشكل اللي اللعبت وبالتغييرات اللي انت نزلتها لما تنزل ميكسوني يلعب جنب قفشة ببعض الوقت ما انت بتعمل زحمة في حتة القلب بتعمل زحمة على عكس انت المفترض انك عايز تلعب زي ما قالوا السلامة من شوية تلعب بكهرباء كهرباء العيد بيمتاز بان هو بيفتح دايما بلعب وينج فاتح الملعب فبديك مساحة تشتغل يدي افشا مساحة يشتغل يدي نفسه مساحة يشتغل يدي فرصة العالم يعلون ان هو يلعب معاك وينج لكن النهاردة لما تحط ميكسوني في الماتش ده وهو يشتغل بالطريقة اللي اشتغل بيها دي انت بتصعب على نفسك الامور بشكل كبير جدا نفس التغييرة برضو بتاعية صلاح محسن والشحات الشحات بلعب طرف كان جيد النهاردة في المباراة كان متحرك تغييره معرفش ايه السبب ولكن برضو لعيب صلاح محسن صلاح محسن نازل بلعب رأس حربة تالت تالت جنب شريف وجنب حسن فانت النهاردة افتقات تلميزة او الحاجة اللي كانت بتميزك طول الوقت انك بتلعب من العمق وفي نفس الوقت عندك اطراب بتشتغل بشكل كويس النهاردة ما قدرتش تلعب من العمق لان طلع الجيش مقفل وبلعب من على 18 فبالتالي كان الاولى الافضل بالنسبة لك انك تلعب على اطرف الملعب وده اللي انت غلط فيك يا مدير فاني عشان كده انت تتحمل نتيجة غلطك النهاردة في ماتش زي ماتش النهاردة ده انك بتلعب فرقة انت عارف من الاساس ومن المباراة الاولى موراة الدوري اللي تعدلنا فيها انت عارف ان الفرقة دي بالدافئ من العد 18 النهاردة هو لعب ثلاثة اتنين سنتر باكس وليبرو بطريقة قديمة لان انت خلاص هو شايف ان انت عايز تلعب كور في القلب او في العمق فخلاص يبتدى يعمل يبتدى يلعب بواحد بيلم ورا الاثنين سنتر باكين عشان الكورة اللي كابتن هاكام بتكلم عامل شوية ان ممكن يكون مستر مسلماني بيفكر ان الكورة تقع من هناك كل الكورة عايز بس الكورة اللي فاتت دي ممكن رجع الكورة اللي فاتت مرة تانية بعد اسناك برجاوي علشان بس يعني برضو من ضgue الاسباب النهاردة الخسارة دي كورة كانت يعني صالح الاهلي وايمن اعشرف حضر يعني ماشي الكورة بعد ما تيجي القفشة ويعمل التميول الخطيقة عايزة شوف يعني شوف ردت فعل ردت فعل يا عايزة ماشي ماشي اول ما توصل لمجده هنا ويعمل التميول الخطيقة بص يا كابتن ايمن هنا التامير الخاطئة طبعا علي معلول افضل اختيار المساحة اللي برا لفضي هو افشي اختار اصعب حاجة في المساحة الزحمة صح شوف بعد الكرة ما الاهل يفقد الكرة شوف بقى ماشي كده النهاردة الكرة ما اعترقها على الجيش شوف الضغط بتاع الاهل بص مفروض ايه فين الضغط ده ضغط فرقة عايزة تكسب بطولة لا النهاردة ما فيش شراسة في الضغط ايه انا عايز اقول لك حاجة كابتن اسام دي خلي بالك يا كابتن ايمن هسيبك تتسأل السؤال بتاعك حتة لما انت كنت بتفقد الكرة في الجزء الامامي فين الشراسة النهاردة محمد شريف مجد افشا الناس تبقى الخطوط متقربة عشان الكرة التانية ان انا اخد الكرة بسرعة اللي كان الكابتن علي بيقولها في بداية الاستوديو ان انا اخد الكرة بسرعة عشان ابدأ اهاجم تاني احط الضغط اللي عالي عطلاء الجيش النهاردة دي كان السيناريو طول المباراة صح اول ما بتفقد الكرة طلع الجيش بتمرر وانت الضغط بتاعك على استحياء جدا بس في حاجة احنا طول عمرنا كلعيبة نادي اهلي عندنا الرغبة في الفوز اه ولما يبقى فيه ماشي على بطولة بيبقى عندنا الرغبة في الفوز ولكن انت ما تدينيش حاجة في الملعب توضح لي الرغبة دي فعلا ما دا اللي احنا قلناه بس علشان كده التوفيق قلنا لما وصلنا الاخر لغة الرغبة الجزاء بيجي اللي اجتهت الاهلي النهاردة لأ من بداية المباراة انا ما حسيتش انت قلتلي قبل الماتش انا الان بس خلي بالك انت ما قلتش شفت المباراة ولا ابتدينا المباراة بس انت قلتني انا قلتها الان بس قلقك دا كان بنان عليه انت اول حاجة طلعك الجيش عشان قبل المباراة كان الحصوص يقولك الاهلي هيكسب والصبر النهاردة هتكسب بالاريحية لا هل دي تعمل اريحية عند المدير الفني واللعيبة في الملعب لا انهاردة المسيماني اقدر المباراة بشكل خاطئ قبل المباراة كمان النهاردة المدير الفني انت النهاردة بتحضر اللعيبة بتاعتك نفسيا دوافع تخلق دوافع لللعيبة النهاردة من بداية المباراة ما شفتش مسيماني خلق دوافع لللعيبة طب انا ممكن اسأل سؤال في الحتة ديت وبرضه كباتيننا الكبار يعني يدخلوا في الموضوع هل انت كلعيب نادي اهلي بعد اخسارة بطول الدورة حتى واحنا عارفين كلنا الاسباب حتى هل احنا محتاجين دوافع؟ علشان كده قلتلك الخسارة مشتركة النهاردة ما بين المسيماني واللعيبة يعني ماستسندش واحد عن التاني قولش لعيبة بس ولا مسيماني بس المدير الفني عليه جزء برضه من التحضير النفسي مش تحضير فني بس للمباراة انت قبل المباراة بتخلق الدوافع الحاجة التانية في التدريب اللي قبل المباراة ما انا عارف السيناريو المباراة القادمة النهاردة الزحمة الهجومية اللي انا زحمة الدفاعيات هطلع على الجيش ازاي هاشتغل ازاي حفظ لعبتي التحركات ازاي اعمل تدريبات في الزحمة دي ان انا نلعب يبقى انا النهاردة لمسة ولعبة لمسة ولعبة لمسة ولعبة علشان أقدر أخترق الدفاعات الصعبة دي بسرعة مدى تحضير المباراة زي ما احنا بنقول تحضير فني فيه تحضير نفسي ومعنوي النهاردة الدوافع اللي انت تخلال اللعيبة بعد خسارة بطولة الدوري فعشان كده أقول النهاردة الخسارة يتحملها موسيماني ولعب الناد الأهلي النهاردة اللي ما شفتش نهاردة ردت الفالة القوية بتاعته من أسباب النهاردة برضو النقطة الفنية المهمة جدا النقطة اللي كانت بتميز الناد الأهلي كان استحوال سلبي والدلاعة كده انت في 120 دقيقة بتخلق فرصتين والفرصتين برضو يعني ما بتقولش اغ فرصة لمحمد شريف هدف محقق لكن الفرصة التانية برضو على استحياء مش الفرص انت مش ضغط طلاع الجيش طول المباراة عرضيات خطر من ناحة اليمين ومن ناحة الشمال واختراق من العم ضغط عالي انت نهاردة ما كانش فيه ضغط كمان لما بتفقد الكورة محمد شريف لما يفقد الكورة ولا مجد أفشى اذا ما احنا شفنا في اللقطة الاخيرة دي واللقطة الاخيرة دي بيينت ده كان شكل الناد الأهلي خلال 120 دقيقة عارف اغ سامان انت النهاردة ايه انت بتستسهل النهاردة انك توصل الكورة القدية يعني انت النهاردة في الكورة الطولية تعارف ان رقم تاني رقم تاني يبين لنا النهاردة يعني لما بسيوني لعب بالتلاتة مدافعين ونزل اتنين بكين بقى خمسة بقيت تلجأ لكورة طولية نادلها لعمل 51 كورة طولية وده مش اسلوب النادل أهلي عارف اغ سامان انت النهاردة بتستسهل انت مش عايز تهاجم زي ما قال وسامة تستغل السرعات الموجودة تضغط عليهم لعب تكتب في نص ملعبك النهاردة بتيجي يعني النهاردة اوات كتير جدا علي معلوم من نص ملعب عايز يامل كورة طويلة من نص ملعب محمد هاني من نص ملعب عايز يامل كورة طويلة السلية نفس الموضوع من نص ملعب عايز يامل كورة طويلة النهاردة حتى كمان يعني فيه لعيبة النهاردة كان ستايل عبام يعني متغير شوي النهاردة مجد أفشل النهاردة في الماتش حتى كورة اللي كان اللي بيكلم عليها وسامة طبيعة الحل اما بتلاقي فرقة بتقفل بالشكل ده انا بالجأ رقم واحد لأطراف الملعب ايوة لأطراف مين كان يبام علي معلول النهاردة النهاردة مفيش كم مين كان يبام علي معلول لأ انت منازل صلاح محسن صلاح محسن لأينا تالت مع حسام حسن ومحمد شريف فانت النهاردة بتطالب علي معلول يشتغل في مساحة مئة متر طيب لا وصل في مساحة مئة متر هيعملك ازاي الكورة العرضية صحيح نفس الكلام ناحية التانية يا محمد دهاني انت فقدت النهاردة مش أنا يعني هو مسلم يغير بس اللي نازل انا مش عارف هيعمل ايه اللي نازل او متحفظ او مطلوب ايه الدور لا انت هتنزل احنا عايزين نزود ناحية الهجومية طب تحرك فين هتلعب لجوة ولا برة دي كانت نقطة النهاردة عشوية من مسيماني في التغييرات الامامية النهاردة اخيرا انا كابتن قسامة قبل ما نطلع فاصل ونستقبل كابتن ناصر عباس احنا عندنا مبورة مهمة يوم 25 وبطولة بطولة واحنا بعد اللي حصل ده محتاجينها فانت عندك مبورة مع امبي ايه المطلوب من مستر مسماني واللعيب الفترة دي لا خلاص من النهاردة طبعا اكيد غزبا عنه ما هيبقوا يعني زعلانين جدا اكيد الجمهورة هيبقى غاضبة وده طبيعة جمهور النادي الاهلي ومنلموش في الموضوع دوت لازم الناس تستحمل ممكن بعض الناس تهاجم بطريقة معينة كل الكلام ده كلنا مرنا بيو عارفينه فلازم نستحمل جمهورنا زي ما في الحل وبيقف معنا جامد ممكن احيانا في الوحش بيقف معنا كتير جدا برضو بس النهاردة بوكرة اكيد هيبقوا منفعالين شوية ممكن نسمع كلام مش مظبوط شوية على السوشيال ميديا ولا على اي حاجة اللعيبة ما تتأثرش بالكلام دوت مستر مسماني والسير عبد عافيز والجهاز يخرج باللعيبة من الحالة دي بالعكس كابتن وسامن النهاردة زي ما الجماهير بتحتفل باللعيبة وبتشيلها لما بتاخد بطولة لازم اللعيبة تتقبل لو فيه نق لازم طبعا فانت النهاردة وقت ما بتعمل حاجة كويسة الناس بترفعك السماء ما هذا الوجه التاني لكرة القدم لما يحصل اغفارك لازم تتحمل ما هو ده اللي أنا أقصده إن أنا أتحمل وأعرف إن الناس بتبقى مهم فاعلة وبالذات لما بيكون الحادث سخط يعني لسه في أوله زي اللي هي بقولك يعني الكرة لما بتبقى كرة التالج دي على الوقت بتبضحرك بتقل بتقل أو النار لما تكون مشتعلة في كورة بتبقى كلما الأمور بتمشي بتقل الموضوع بيقل فطبيعي هيحصل بعض الانتقادات فلازم نقفل على الموضوع ده يشيله من دماغه والتعويض لازم كل العيب من النهاردة يفهم إن التعويض هيبقى يوم 25 مع مباراة أمبي إنت عندك النهاردة ماتش سوبر لكن الأمبي هيبقى بطولة كاس يعني هتكمل بعد كده إن شاء الله للغاية النهائي بس التحضير النفسي عليه دور كبير جدا من الجزء الفني ده أساس قبل الفني على فكرة طبعا أكيد فيه فني بس بس النفسي دلوقتي هيبقى أكتر لأنه الضغوطة تبقى كتيرة شوية على اللعيبة فلازم نستحمل ونعدي بالموضوع ده غاية متشي بإذن الله رب العالمين إن شاء الله هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث عن حالات التحكيمية أرجوكم انتظرو اشتركوا في القناة